بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مرحبا بكم مع بشرة أمل في هذه الحصة إن شاء الله لدينا درس في مادة أرياضيات للسنة الخامسة ابتدائي التناسبية رقم اثنان صفحة واحد وخمسون لدينا أكتشف تستعد إيمان لتحذير كعك ليوم الاحتفال بعيد ميلادها مع العائلة وسديقاتها وجدت في كتاب الطبخ الوصفة المقابلة إذن لتحذير الكعك إنها لا تعرف بعد عدد المدعوين إذن هنا لدينا لتحذير الكعك إذا كان عدد المدعوين ستة يعني هنا لدينا المكونات ثلاث بيضات تحتاج مئة وعشرون غرام فارينة مئة وخمسون غرام الزبدة ستون غرام السكر طلبا منا ساعدها في حساب الحصص اللازمة لتحذير كعك لشخصين هنا اثنى عشر شخصا إذن ماذا سنفعل هنا؟ قال لنا اثنان هو ثلث ستة لأن ستة تقسيم ثلاثة يساوي اثنان أقسم كل الحصص على ثلاثة ما معنى هذا؟ لدينا هنا ستة أشخاص لشخصين يعني لدينا اثنان هكذا العلاقة بين ستة واثنان قلنا ستة تقسيم ثلاثة يساوي اثنان ستة تقسيم ثلاثة يساوي اثنان نقسم هنا هنا المكونات ثلاث بيضات لستة أشخاص إذن ثلاثة تقسيم ثلاثة مئة وعشرون تقسيم ثلاثة مئة وخمسون تقسيم ثلاثة ستون تقسيم ثلاثة لتحضير كعك لشخصين هنا نقسم هذه المكونات على ثلاثة اثنى عشر هو ضعف ستة لأن ستة في اثنان يساوي اثنى عشر أضرب كل الحصص في اثنان هنا ستة ولدينا اثنى عشر العلاقة بين ستة واثنى عشر ستة أضربها في ماذا أو أقسمها على ماذا نجد اثنى عشر لدينا ستة في اثنان اثنى عشر ثانيا لاحظ الجدولة المقابل ثم أكمل الحساب لدينا هنا المكونات لتحضير الكعك لدينا بيض فرينة زبدة سكر ستة أشخاص كما هو موجود في الكتاب لدينا لشخصين قلنا العلاقة بين ستة واثنان ستة واثنان نعم شخصين ستة واثنان ما هي ستة تقسيم ثلاثة جيد إذن ثلاثة تقسيم ثلاثة نجد واحد مئة وعشرون تقسيم ثلاثة أربعون مئة وخمسون تقسيم ثلاثة لدينا خمسون ستون تقسيم ثلاثة لدينا عشرون الآن لدينا ستة واثنى عشر قلنا العلاقة بين ستة واثنى عشر يعني نضرب في ماذا نضرب يا أبطال في اثنان نعم نضرب في اثنان جيد ثلاثة في اثنان ستة لدينا مئة وعشرون في اثنان لدينا مئتان وأربعون مئة وخمسون في اثنان لدينا ثلاثمئة ستون في اثنان لدينا مئة وعشرون إذن لشخصين مثلا نحتاج الفارينة 40 غرام الزبدة نحتاج 50 غرام السكر 50 غرام وهنا لدينا 240 غرام 300 غرام لدينا 120 غرام قال لنا احسب المقادير اللازمة لتحضير كعكل يكفي لثمانية أشخاص نضيف عمود آخر في الجدول نكتب هنا ثمانية أشخاص إذن هنا سنقوم بملء الجدول نبحث عن علاقة بين 6 و 8 أو 2 و 8 أو 12 و 8 إذن كما نعلم لدينا 2 في 4 يساوي كم يساوي 8 جيد ثاني اشترى نادي كرة القدم 6 كرات بثمن 7200 دينار شسائلي ما هو ثمن 12 كرة 15 كرة إذن هنا ماذا سنطع لدينا 6 كرات ثمنها كم كمية أبطال لدينا 7200 دينار شسائلي نبحث عن ثمن لدينا 12 كرة ولدينا 15 كرة كرة الثمن الثمن بالدينار كم يا أبطال سنبحث أولا إذا كان عندي تمرين هكذا إذن سنبحث أولا عن ثمن الكرة الواحدة واحد كرة ثمنها كم بالدينار الجزائري ماذا لدينا هنا لدينا المعلومة هنا 6 كرات ثمنها 7200 دينار جزائري لاحظوا معي هنا هذا المبلغ 7200 دينار جزائري اشترينا به كم من كرة واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة 6 كرات هنا الكرة الأولى الثانية الثالثة الرابعة الخامسة السادسة نفس الثمن يعني هذا المبلغ قمنا بتوزيعه على ستة لدينا الكل ونبحث عن الجزء ثمن كرة واحدة اذا هنا نقسم 7200 تقسيم ستة اذا 7200 تقسيم ستة لدينا 1200 لإيجاد الآن لاحظوا معي هنا لدينا 1200 لإيجاد هنا 8 12 كرة هنا نضرب 1200 في 12 لإيجاد 8 15 كرة نضرب 1200 في 15 10 إذن ويكون حل التمرين الأول هكذا طبعا لتسهيل العمل نقوم برسم جدول هكذا لدينا 8 15 كرة 12 الثمن نبحث أولا عن ثمن كرة واحدة إذن من أين تحصلنا على ثمن كرة واحدة طبعا قمنا بقسمة 7200 تقسيم الستة ثانيا الآن لاحظ ثم أكمل ملأة جدول تناسبية باتباع الخطوات الآتية ألف أحسب معاملة تناسبية لدينا جدول تناسبية يعني لدينا معاملة تناسبية كيف سنقوم بحساب معاملة تناسبية لدينا العمود الأول طبعا في جدول تناسبية دائما لدينا السطر الأول ولدينا السطر الثاني لدينا العمود الأول الخانة الأولى هنا معلومة وهنا مشهولة العمود الثاني خانة هنا العدد معلوم السعر مشهول العمود الثالث هكذا لدينا عدد البيضات معلوم ولدينا السعر معلوم إذن هنا لدينا القيمة إذن ماذا سنفعل يا أبطال إذن لإيجاد معامل التناسبية مباشرة 180 العدد الأكبر تقسيم العدد الأصغر إذن 180 تقسيم 15 سنجد 12 وجدنا معامل التناسبية من قيمتين معلومتين إذن وجدنا إذن وجدنا معامل التناسبية بقى الآن ما هو ثمن ثلاث بيضات هنا معامل تناسبية ما معنى هذا يا أبطال يعني هنا لدينا ثمن البيضة الواحدة ثمن البيضة الواحدة وهو 12 ثمن ثلاث بيضات يعني لدينا 12 زائد 12 طبعا دينار جزائري زائد 12 هنا 12 في 3 إذن 12 في 3 سنجد 36 مفهوم إذا كان عدد البيضات لدينا 12 12 سيتكرر معنا كم من مرة جيد إذن هنا لدينا ثمن البيضة الواحدة 12 أضرب 12 في 12 18 بيضة ثمن البيضة الواحدة 12 إذن 12 في 18 جيم ما هو عدد البيضات التي يمكن شراءها بـ 360 دينار جزائري إذن هنا نبحث عن عدد البيضات 12 ثمن البيضة الواحدة هنا سيتكرر معنا نعم لكن كم من مرة هنا سيتكرر كم من مرة وهو عدد البيضات إذن هنا مباشرة سنقسم 360 تقسيم 12 سنجد عدد البيضات التي يمكن شراءها بـ 360 إذن هذا فيما يخص حصة اليوم هنا تكون خلاصة معنا دمتم سالمين وفي رعاية الله وحفظه والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ترجمة نانسي قنقر